السلام عليكم و مرحبا بكم معي في قناتي ديليس فاطم زهر اليوم إن شاء الله قد نشارك معاكم دوازقاتي اللي كي يجي اهشيش والديد خفيف كيدب في الفم حلوة النشا كي تجيب هات الشكل هذا نمرو بسم الله على بركة الله للمقادير في المقادير عندي حبة على البيت اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ ميا ومسا وعشرين جرام تاع زبدة سبيسيال عندي متين جرام من النيشا عندي كيس من الفانيلا نصف كيس من بيكين باودر سبعة جرام ثلاثة ونصف جرام لغادي نحتاج وعندي نصف كوب من كوب قياس العنبة من الشيخ غلاس هنا بالنسبة أخواتي الزبدة فبما أن الوقت يعني بارد من الأحسن نخرجوها قبل بوقت أنا أنا خرجتها قبل نخرجوها عفوين قبل بليلة فأنا خرجتها قبل بوقت لكن ما عطتنيش درجة حرارة المطبخ فمن الأحسن تكون عندنا يعني قبل بليلة هنا عندي السكر غلاسي وعندي الفاني غدا نخلطهم كاملين مع بعضياتهم حتى ينساجموا مع بعضهم ويقول لي عندي الخالط كريمي أو لا على شكل بومات سوف نخلط بهذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا حتى نساجموا عندي مكوينات حتى سكر غلاسي يعني يدوب عندنا وما يبقاش عندنا ذلك الكويرات اللي فيه سوف نضيفوا بيضاء بدرجة حرارة المطبخ و سوف نخلطوا الكل بالنسبة للنشاء أنا احتاجت 200 جرام عندي هنا نص خمارة أو لا نص كيس بيكين باودر 7 جرام اللي سوف نحتاج فيه 3 و 1س جرام عندي نشاء 200 جرام كيف ما تكرس غادي نخلط به هاد الحلوة هادي يعني مكحتاجوش دقيق كتجي فقط بالنشاء غادي نجمع هاد العجين كاملة كيف ما تشوفوا بالنسبة للتكوار نكوروها غير صغير يعني و نحاولو أنا نضغطو عليها شوية ماشي بزيب أنا هنا يضغط عليها قدوها من الجواني بنبسطوها من فوق شوية كيف ما شويتو غادي ندخلها على فرن اللي غادي يكون بارد شوية ماشي سخون باش أنا هالطبع لا راحت راحتها و ما نشعلوش عليها من الفوق بالنسبة إذا شعلنا عليها من الفوق فهي غادي جينا متشققة وبالتالي فاش غادي نحطو عليها الشوكولاتة ما غاديش عطينا ذاك الشكل انتع هال غادي يكون زوين هادي يكون ذاك التشققات ما غاديش يجينا الشكل اللي بغينا هنا من بعد ما طابت كيف ما شوتوا معايا ما فيها لا تشققات لحت حاجة كتطب على نار مهيلة يعني حتى تطيب من التحت تحمر و من الفوق جعلو لها تقريبا شوية فقط او لا اللي عندو الفرن يكون يعني كيطيب كيدور النار على الحلوة كاملة يخليها غر من التحت فقط لا غادي دوبت شكلات الأسود في باماغي غادي نغطص الحبات اللي عندي في الشكلات و غادي ندير عليها اللوز كونكاسي اللي أنا لو انتو شاركتو معاكم في القناة غادي نترك لكم الرابط اذا بغيتو تديرو الكوك او لا جوز الهند كاوكا ولوز كونكاسي عادي اللي بغيتو اللوز ايفيلي من الفوق تخليوها غير هكاك تديرو خطوط شوكولاتة بيضاء خطوط سوداء اللي بغيتو تديروها لكن اخواتي باش نكون صريحة معاكم را ما كتخرش بزاف يعني عدد وزقتي خفيف هكا شي حاجة اللي كان نجربوها فلاشيا نشربو بها قيوة او لااتي ولي كيكون جاي عندنا شي حد هي في شكلتها جميلة ورائعة وكديك الدب في الفوم لكن كتعطي تقريبا 26 حبة ما 24 حبة حتى 26 حبة غادي نخليها حتى تقبط في الشوكولاتة ولا ندخلها للتلاجة شوية كي يجي هدو الشكلتها كتجي جميلة ورائعة كتدب في الفوم نتمنى اخواتي هاد الفيديو يعجبكم واذا يجبكم ديروا اشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد من ديليس فاطم زهرة وإلى اللقاء في وصفة من وصفاتي وكنشكر كل من انضم للقناة كل المشتركين الجدد واللي عندي من قبل ورحبا بكم كاملين وشكرا على التشجيع والتعليقات زوينين بحالكم وبركاتلا في قناة